حقيقة جهود حكومية مكثفة لدعم القطاع الصناعي القطاع الأهم والرافض الأهم للتنمية الاقتصادية من أجل حل المشكلات اللي بتواجه ملف المصانع المتعثرة وزارة الصناعة أعلنت عن مبادرة جديدة بالتعاون مع البنك المركزي المصري هذه المبادرة بتستهدف معالجة التحديات اللي بتعاني منها المصانع توفير حلول عملية لضمان استمرية العمل وزيادة الانتاجية وده كله ضمن خطة الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مش بس الحقيقة المصانع المتعثرة لكن كمان أهمية توطين الصناعة ونقل الخبرات المختلفة وازاي نقدر ان احنا نزود صدراتنا وننعش القطاع الصناعي اللي بيعد قاطرة للاقتصاد القومي تفاصيل المبادرة بين وزارة الصناعة والبنك المركزي وتأثيرها المتوقع على الصناعات المختلفة أو حتى على المصنعين وبالذات صغار المصنعين مع الدكتور محمد باغة أستاذ الإدارة واقتصاديات التمويل والاستثمار بجمعة قناة السويس صباح الخير برحمة صباح الخير يا أستاذ آيبة صباح الخير يا دكتور محمد أهلا بحضرتكم يا دكتور ايه تفاصيل المبادرة وإيه اللي ممكن تقدمه وزارة الصناعة مع البنك المركزي للمصنعين احنا بنتفق طبعا أنه قطاع الصناعة يعتبر من القطاعات الحيوية جدا في الاقتصاد بشكل عام في الاقتصاد المصري قطاع الصناعة بيحتل تقريبا نسبة 16% من حجم الناتج الإجمالي المصري ده رقم يعتبر ضعيف نسبيا ولكن من المقرر أنه بحلول عام 2030 النسبة دي تصل إلى حوالي 30% القطاع الصناعة بيضم عدد كبير جدا من العمالة بتصل إلى تقريبا 13% من إجمال حجم القول عاملة اللي موجودة في مصر القطاع ده بيضيف ودي بقى يعني الحاجة الجوهرية في أهميته بيضيف تقريبا 85% من إجمال الدخل القومي من الصادرات غير النفطية ده طبعا بيدل على الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع واللي الحكومة أولته اهتمام بالغ خلال الفترة الأخيرة وخاصة أن احنا بقى عندنا نائب رئيس للوزراء لشؤون التنمية الصناعية وهو الفريق كامل للوزير واللي الحقيقة بنعاول عليه كثيرا أن هذا الرجل سيقدم فعلا في هذا الملف إنجاز هائل خلال الفترة القادمة الحقيقة كانت تعيني الحكومة على ملف تعصر المشروعات وده ملف مهم جدا والحكومات المتعاقبة خلال الفترات من 2011 بالذات الحقيقة بدأت تقترح حلول كثيرة جدا لهذا الملف ولكن الحياة الجوارية أن احنا عندنا للأسف غياب للرقم الحقيقي لحجم تعصر المشروعات الصغيرة أو المتوسطة في مصر ما عندناش رقم حقيقي يقول احنا عندنا مشروعات متعصرة قد ايه في النقطة دي تحديدا نسمح لي بس قطع حضرتك يعني استحداث منصب جديد في الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الفريق كامل وزير ده بيشير إلى أهمية هذا الملف للدولة المصرية بالتأكيد تحت هذا الملف فيه نقاط كتيرة جدا منها المصانع المتعثرة فيه قرار مهم جدا يعني عايزين نعرف دلالته ايه الفريق كامل وزير قال انه لا يتم غلق اي منشأة صناعية الا بقرار مباشر من وزير الصناعة بعد عرضه على رئيس مجلس الوزراء البعض شاف انه ده قرار مهم وجريء لوقف هذا التعثر ووقف الاغلاقات المتتالية للمصانع تأثير هذا القرار وازاي ممكن يساهم شوية في الحل للمصانع المتعثرة خلينا نتفق على حاجة مهمة جدا حضرتك لما بتقف المصنع فانت بتدهور من قيمة الانتاج اللي موجودة في البلد بتسرح عمالة حتضيف للبطالة رقم ثلاثة بتضيع على نفسك فرص كتيرة جدا انك بتحد من الاستيراط فهتضطر تستورد من برة وبالطبع ده بينعكس على قيمة العملة بتاعتك ما بتبقاش قيمة قوية بالنسبة للعملة الوطنية وبالتالي حضرتك قدام موقف لابد من اعادة النظر فيه بشكل علمي القرار ده لما طلع للأسف يعني لانه كان فيه عشوائية فيه عمليات الغلق ممكن مثلا بتلاقي اجراءات قضائية ممكن بتلاقي تعثورات مالية ممكن تلاقي تعثورات اجرائية ممكن تلاقي تعثورات مرتبطة بجانب الادارة طب احنا ليه ما نقومش الناس دي يعني احنا ليه ما ندعمش الناس دي تتكاتف المنظومة مع بعضها مش وزارة الصناعة بس مش البنك المركزي بس مش وزارة السمار بس مش جهاز المشروعات بس ده هي منظومة متكاملة يا دكتور محمد لازم كلنا نتحد فيها وبالتالي هذا القرار من خلال طبعا انه منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية فهو منصب يشمل يعني احنا بنتكلم على اكتر من 42 جهة ممكن تكون داخلة معنا في هذه القصة وبالتالي عملية التنصيق بتزيد في هذه الحالة والدليل على كده المبادرة اللي اتعاملت بالشراكة ما بين وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري المبادرة دي هدفها ايه؟ اتفعالت فعلا؟ هي في طريقها للتفعيل بس المبادرة دي اصلا كان عندنا مبادرة خلال عام 2023 يمكن كانت اهميتها عن المبادرة دي بالذات حالك كان عندنا مبلغ 120 مليار جنيه متوفرة من البنك المركزي للمشروعات بشكل عام لتمويلها وكان فيه اشتراطات انه حوالي 105 مليار جنيه كانت بتروح لتمويل ما يسمى برأس المال العامل اللي هو ان المشروعات دي تقدر تجيب مغزون ومهات خام وتقدر تدخلها في عمليات الانتاج ومبلغ حوالي 50 مليار داخل فيه عمليات استيراد معدات او الات او مستلزمات انتاج تدخل عندك فيه عمليات التصنيع المبلغ اللي هو المبادرة الجديدة المبلغ ده من 120 مليار ل150 مليار المبادرة الجديدة ولكن الفرق الوحيد ان 120 مليار كانت على فايدة 11% المية وخمسين مليار على فايدة 15% انا من رأي ان الاستراتيجية وين وين لو اتحققت احنا هنحقق نجحت كبيرة جدا لو كان القطاع المصرفي بيدي تسهيلات او بيدي ائتمان او بيدي قروض او بيدي تمويل ليه القطاعات الانتاجية وبيكون حذر فيها جدا وبأسعار فايدة اتصور ان هي مرتفعة لانه القصص بتاعة النجاح اللي حصلت في العالم على سبيل المثال فرنسا وكان جاك شيراك الله يرحمه كان وزير المشروعات الصغيرة في بداية التسعينات كانت الفايدة 0% لانه حضرتك لما بتعمل انتاج في البلد حضرتك بتعمل مكاسب استراتيجية رهيبة جدا احنا كان عندنا مبادرات لو حضرتكم تتذكروا اول ما الرئيس عم فتاح السيسي قرر من 2016 ان احنا نوفر 200 مليار من اموال الودائع اللي موجودة في البنوك لتسهيلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكانت الفايدة كام؟ كانت الفايدة من 5% لـ 8% لماذا لا نعود مرة اخرى؟ عشان ننشط مرة اخرى الانتاج ننشط القطاع الانتاجي اللي هو هيعملك مزايا نسبية اللي هي الاثر غير المباشر للقرار ده وبالتالي تقدر تنجح في اقتصادك لو رجعنا مرة تانية دكتور باغا لملف المصانع المتعثرة احنا شفنا وتابعنا الفترة الاخيرة حالة حوار كده من الحكومة مع القائمين على هذه المصانع مع المصنعين بيشوفوا المشاكل التحديات وحالة الحوار دي في حد ذاتها ايجابية جدا التعرف على المشكلات اللي بتواجه اصحاب المصانع سؤالي لحضرتك قبل التعرف على هذه المشكلات هل احنا عندنا خريطة كده احصائيات ارقام بعدد المصانع المتعثرة لا ده رقم واحد الاقتصاد غير الرسمي كمان احنا عندنا اقتصاد اخر غير رسمي موازي فيه عدد كبير جدا من المصانع لا نعلم عنها شيء ففكرة الحصر والتوثيق وافهم عدد المصانع دي اشتغلنا عليها ولا لسه حضرتك حطت ايدك على المشكلة الجوهرية احنا دايما بنقول في علم الادارة ما يمكن قياسه ويمكن ادارته انت للأسف ما عندكش حصر دقيق لعدد المشروعات المتعثرة في مصر وده ناتج انه عندك اقتصاد غير رسمي تقريبا يصل الى حوالي 60 الى 70% من حجم الاقتصاد الرسمي وبالتالي حضرتك اه عندك استثمارات كتيرة جدا بالدور في السوق وعندك اموال بالدور في السوق ولكنك لا تعلم عنها شيئا وبالتالي ما عندكش القدرة على التخطيط لها بشكل جيد اعمل ايه بقى عشان اوصل لك اه في اداة كده اتعملت في وزارة الصناعة قالوا احنا هنعمل صندوق لإدارة المخاطر للشركات المتعثرة تقدم احنا كنا بنتكلم على حصائيات انه هي ما بين 3000 الى 4000 ل8000 واحيانا نقول لك 15000 مصنع متعثرة المبادرة دي اللي قدم فيها من الناس المتعثرين 870 مشروع بالضبط 871 مشروع تخيل حضرتك انه اكتر من 95% من اللي تقدموا دول كانوا مشروعات غير صناعية وكان عندهم ايه يا اما وقدين احكام قضائية بالغلق يا اما يعني المشاكل اللي عندهم لا تنتمي للصناعة وكمان مشاكل هم للسبب فيها مش مشاكل ادارية او مشاكل جوهرية تقدر الدولة ان هي تتدخل فيها بشكل كويس او بشكل مناسب حل مشكلة المصانع المتعثرة اولا هيجي من فكرة انك لازم تعمل بشكل حسيس على انك تدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ده رقم واحد رقم اتنين لازم تدرس المشروع ده بيفشل ليه فيه دراسة عملت لقينا انه المشروع لما بينشأ خلال اول سنتين من عمره نسبة الفشل بتصل الى 90% يعني كل عشر مشروعات لا يتبقى منهم الا مشروع واحد خلال اول سنتين السبب الرئيسي السبب الرئيسي ده متنوع بقى هنا لازم ندرس هل هو الفشل ده راجع لفشل مالي يعني هل فشل في التمويل زي ان انا قدي تمويل بتكلفة عالية مش قادر يقوم المشروع البداية صاحب هذا المشروع مش قادر يقومه وبالتالي مش قادر يسد اللي عليه فبيحصل له تعصر وبعد كده يحصل له فشل هل المشروع ده فشل وراجع ليه المنظومة الادارية يعني صاحب العمل ما عندوش فكرة الادارة لا عارف يخطط ولا عارف ينظب المورد بتاعته ولا عارف يوجه الاساسمار بتاعه بشكل كويس ولا عارف يرائب على امواله هل هي مشاكل تسويقية يعني ما عندوش الفكرة الابداعية الريادية المبتكرة انه يقدم منتج سواء جوه او برا مطلوب هو بيقلده بس هل هي مشاكل متعلقة بالجانب الانتاجي ما عندوش المهارة ولا عندو المعرفة ولا عندو التكنولوجيا ولا عندو الآلة ولا عندو مستلزمات الانتاج حتى ده جوانب مهمة جدا محتاجين حتى في اي مشروع دراستها بشكل علمي ده برضو هنا بيطرح سؤال ازاي انا بقدير مشروعاتي بفكرة علمي حقيقي عشان المشروع ده ينجح ويزابي بقوله كده لذلك انا مبسوط جدا من الفكرة اللي بدأت تاخد وجود مهم جدا في مصر قال له وهي المدارس التكنولوجية والجامعات التكنولوجية ده اتصور ان هو حل جوهري خلال الفترة القادمة ان احنا نقدر نطلع ناس فهمة في الادارة فهمة في الشغل الفني فهمة في الانتاج فهمة ان هي ازاي تقدر يعني تطلع مواصفات قياسية محترمة جدا ونقدر نعتمد عليهم فعلا نحن نعمق المنتج المحلي احتياجات السوق يعني هي سببها اصلا والتخصصات اللي بتدرسها هي احتياجاتي اصلا في السوق الداخلي واحتياجاتي حتى في التصدير ما ينتجه المصنع او الشركات وده استراتيجية بالمناسبة قامت عليها رؤية وزارة الصناعة وحطت لها اربع محاور جوهرية من ضمنها تنفسية المنتج الصناعي اللي ممكن يتقدم في البلد اتصور ان الفكرة دي هتعيد الصياغة مرة اخرى وتعيد الهيكلة بالنسبة للفكر الانتاجي والفن التشغيلي اللي احنا ممكن نلاقيه خلال الفترات القادمة وخاصة انه في صناعات في مصر اتصور انها ممكن يكون لها ميزة نسبية مهمة جدا يعني مصر على فكرة بتحتل ريادة دولية في مجال النباتات العطرية اللي بيطلع منها الأدوية واحنا عندنا في مصر الاكتشاف بقى ان في قرى كاملة لها وزن عالمي في تصدير المنتجات دي يعني في قرية في محافظة الغربية اسمها شوبرة بالولة بتنتج نص انتاج الياسمين في العالم ياسمين دي مهمة جدا فاحنا بنتكلم على ميزة تنفسية نستفيد بها يا جماعة بتصدروا مادة خام او روماتيريا اللي انت مفهد بقتان المصانع للأسف مصانع تشتغل عليها وخلينا برضو احقاقها للحق انه منذ قدوم الرئيس عفتاح السيسي كان هناك قطاع غائب تماما في الاقتصاد المصري بدأ هذا القطاع ينمو بشكل كبير جدا اللي هو قطاع الصناعات التحولية وبقى يضيف للناتج القومي بشكل محترم قوي اللي هو ايه اللي هو حضرتك بدل ما تروح تصدر المادة الخام على صورتها الاولية وتبيعها بتمن بخس شغالها في بلدك اقدر طلع منها قيمة مضافة وزود في سلسلة القيمة بدل ما تبيع بدولار حتبيع بمين دولار وده الرقم اللي بدأ يظهر عندنا في الصادرات ولكن برضو احنا عندنا معضلة هقول لحضراتكم والسادة المشاهدين ان للأسف لحد الآن كل ما رقم الصادرات في مصر بيزيد واحنا انتقلنا من الستين مليار لحوالي تسعين مليار دولار كل ما هذا الرقم بيزيد للأسف رقم الوردات ايضا بيزيد لان احنا لسه لهذه اللحظة اتنين وخمسين في المية بنعتمد عليها من استراض مسلزمات الانتاج او المادة وهي دي فكرة زيادة المكون المحل بالضبط ان احنا بنستورد المادة او بنستورد مسلزمات الانتاج او الحاجات اللي بتدخل في عملية الانتاج للتصدير للأسف برضو اتنين وخمسين في المية منها بتكون من بره فالنتيجة لصالح بره مش لصالح جوه وده اللي حضرتك قلت عليها او سيدها هيبة ان مشروع تعميق المنتج المحلي ده مشروع قومي ده مشروع قومي يا جماعة ان احنا لازم نستهدف ان احنا نعتمد على انفسنا حتى لو بتكنولوجيا قليلة حتى لو المنتج بتاعنا ده طلع في الاول بنسبة مثلا 20 30 40 في المية بعد كده يزيد ويتحسن بعد كده لما يبقى عندنا فكرة المدارس التكنولوجية والجماعات التكنولوجية منتشرة بشكل اكبر نقدر نعتمد على المهارة الجديدة للعنصر البشري في التطوير وفي التحسين نقدر ان احنا نستفيد من الفن الانتاجي والتكنولوجيا المتطورة ونقلها في مصر وبدأنا نعتمد على مناطق اقتصادية كاملة حتيجي الصين وتيجي روسيا وتيجي دول مهمة جدا في مجال التصنيع ولها ريادة دولية في مجال التصنيع ان احنا نقدر نستفيد من نقل التكنولوجيا ونقدر نحقق فعلا ميزة تنفسية على ارض مصرية ونقدر نحقق الرقم اللي احنا بنقول عليه المئة مليار دولار صادرات شكرك شكرا جزيلا نورتنا دكتور محمد بغا أستاذ الإدارة واقتصاديات التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس صباح الخير أنا بشكركم يا فندم صباح النور عليكم شكرا جزيلا شكرا